اشتركوا في القناة من الوحدة الثانية واللي حكينا فيها على قاعدة must و mustn't و have to و don't have to و need to و needn't في هذه الحلقة نحلل التمارين بداية اللي موجود في الworkbook ونفهم و شنو استخداماتهم و كيف استخداماتهم بخلال هذا التمارين يقول لي complete the sentences with must أو mustn't أو have to أو don't have to أو need to أو needn't و كيف ما عرفنا نحن عندنا must و have to و need to استخدامهم زي بعضهم it is necessary to do something و عندنا don't have to و needn't استخدامهم زي بعضهم حتى هنا it's not necessary to do something و عندنا mustn't اللي يقول لي it's important not to do something فهذين لازم ثلاث خانات ندروهم نحن و نحفظوهم فيجي يقول لي هنا رقم واحد when you get in a car عندما يعني تصعد للسيارة أو تركب للسيارة you و خلالي هنا فراغ put on your seat belt بمعنى أنك انت تلبس للحزام الأمان يعني فهل هذه حاجة مفروضة عليك والله مش مفروضة عليك أكيد هذه حاجة لازم نديرها معناها هنستخدمه شنو هنا هنستخدمه must و معها أيضا have to أو need to يعني وحدة من ثلاثة هذين و في الابتحال روح يجب ليش مثلا هذه في خيار وهذه في خيار إذا كان الجملة جملة هذه على سبيل مثال يجيب لي اثنين منهم في خيار واحد مع بعضهم مثلا أو إذا كان جاب لنا ثلاثة في خيار واحد أو يجيب وحدة منهم فقط في خيار لكن إنه حط لك اثنين وحدة A وحدة B مثلا هذه لا بالتأكيد يعني there is petrol in the car معناها petrol أنا مقصد به وقودي اللي يوجد وقود في السيارة so you وهنا وهنا فراغ go to the petrol station لذلك لو قد تذهب إلى محطة البنزيل بيت عليش ماشي محطة البنزيل معناها هذا حاجة ما بيش نفرضها عليك لأن السيارة فيها بنزيل معناها هنقوله شنو هنقوله don't have to أو needn't لأن هذه ما فيهاش فرض لما نقولك you don't have to go معناها ليس عليك أن تذهب السيارة فيها بنزيل لكن إذا كان كنت تبي تعدي تبي تعبي فل هذا شيء يرجع لك فهمنا كيف نمشو لرقم ثلاثة you are driving too fast أنت تقود بسرعة كبيرة جدا you وهنا عندي فراغ slow down آه مدام أنت تقود بسرعة كبيرة جدا معناها أنا لازم نقول لك أنت لازم تهدي يجب أنك أنت تهدي معناها هنقول لك شنو حاجة فيها فرض حاجة فيها بنفرض عليك أنك تهدي اللي هي شنو اللي هي must طبعا must أو have to أو need to وإنها ثلاثة قلنا زي بعضهم نمشي لبعادها please put out your cigarettes معناها أطفئ سجارتك you نقط smoke in the police station يا أنت نقط تدخن في مركز الشرطة معناها نقول لك يجب أن تدخن أو يجب لجب أن لا تدخن ولا لا بنفرض عليك بالمنع الفرض بالمنع حيانا هنستخدمه شنو هنستخدمه mustn't هنقول you mustn't smoke in the police station you وعندي هنا فراغ pick me up in the car بمعنى تخذني بالسيارة يعني I'll get the bus سوف أستقل الحافلة بهذا المعنى باهي هل هنا نفرض عليك أنك جيني ولا نفرض عليك أنك ما تجيني ولا نخليك أنت مخير في أنك جيني أو لا طبعا بالتأكيد بخليك مخير إذا كان ليس عليك أن تأخذني بالسيارة بهذا المعنى معناها هنقوله شنو هنقوله don't have to أو needn't بهذا الشكل هنقولك you don't have to pick me up in the car I'll get the bus بعدين يجو رقم 6 يقولي أنا police officers اللي هي مضباط الشرطاء وعندي هنا نقاط prevent crimes بما لا يوقف الجرائم طبعا نصل بعملهم بالتأكيد ولا لا ننزموهم نحن نقولهم شنو نقولهم لازم يجب معناها نقوله شنو نقوله must أو have to أو need to لأن فيها إلزام عليهم هذه وظيفتهم عملهم بيقاف الجريمة رقم 7 I عندي هنا فراغ be back later than 8 o'clock tonight يعني أعود بعد الثامنة تماما الليلة or my parents will be angry أو أن والدي سيكونني غاضبان باي هنا أعود بعد الثامنة هل هنا ندير ليس علي أن أعود بعد الثامنة إذن كيف ما نبي أنا لا والدي فرضيا علي أني أنا قبل الثمانة روح فأنا نقول شنو هنا معناها فيها فرض I mustn't be back يجب أن لا أعود في حاجة فيها فرض أنا فيها فرض معناها يجب أن لا أعود بعد الثامنة بعد الثامنة بسكر علي الباب دوروني بات يقولوني ولا لا I mustn't be back later than eight يجب أن لا أعود بعد الثامنة الليلة أو أن والدايا سيكونني غاضبا نجوتا ونشوفوا أسئلة القاعدة هذه كيف جدت في امتحانات سابقة في سؤال صح وخط يقول لي We use needn't to say it's important not to do something هذا سؤال جاء في امتحان سابق نستخدم needn't علشان نقوله شنو It's important not to do من المهم أن لا تقوم بشيء ما طبعا خطأ لأن هذا الاستخدام It's important not to do something هذا لي mustn't وليس needn't needn't شنو استخدامها I don't have to ليقول لي It's not necessary to do something معناها هذه الجملة false خطأ نمشي نشوفه جملة أخرى أيضا صح وخطأ There is petrol in the car معناها يوجد وقود في السيارة So you don't have to go to the petrol station لذلك ليس عليك أن تذهب إلى محطة بنزين طبعا جملة صحيحة لأن استخدامنا هنا don't have to ليس عليك أن تذهب لو أن قال لي مثلا must والله قال لي have to تجد خطأ لكن don't have to معنا أنت مخير لأن السيارة فيها بنزين لو ليس عليك أن تذهب إلى محطة بنزين إذن هذا السؤال إجابته true نمشي لسؤال آخر do you وعندي هنا فراغ be 18 to get a driving license do you وعندي هنا فراغ معناها بمعنى هل يجب أن يكون عمرك 18 أكد يقول هل يقول هنا don't have to لا يعني هل لا يجب أن يكون أو هل ليس عليك أن يكون عمرك 18 لا يعني do you must لا أيضا ما تجيش لأن استخدام must في السؤال قال لي تحط must في البداية وبعدها يجيه الفاعل فهنا الverb to do تستخدم مع شو وتستخدم مع the have to هي do you have to هي الإجابة do أيضا needn't ما تجيش أقول لك do you needn't غير صحيح يعني do you have to do you have to تمام لأن فيها فرض هل يجب أن يكون مش هل لا يجب أن يكون هل يجب أن يكون عمرك 18 لكي تحصل على رخصة القيادة إذن الإجابة الصحيحة هي do do هكي يكونوا تهينا من حلقة هذه طبعا ما زال فيه أسئلة في هذه القاعدة هنكملون إن شاء الله في الحلقة القادمة طبعا أسئلة وردت فيه امتحانات نهائية سابقة في هذه القاعدة شكرا للمتابعة والمشاهدة أتمنى التوفيق للجميع تهياتي الأستاذ فرج بمضيرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر